فالمدرس في جملة كرم المدرس المجتهد هنا فاعل فعندما حذف الفاعل ناب المفعول به مناب الفاعل فأصبح ناب فاعل يكرم المجتهد وكذلك جملة حفظ الدرس أصلها حفظ التلميذ الدرسه حذف الفاعل الذي هو التلميذ وأصبحت الجملة حفظ الدرسه فهنا المفعول به الدرسه ناب مناب ناب الفاعل وقرأ محمد الكتاب وقرأ محمد الكتابة فهنا عندما حذف محمد أصبحت الجملة مقرؤون الكتاب ناب الكتابة الذي هو مفعولا به في أصل الجملة مناب الفاعل فأصبحت مقرؤون الكتاب لذا فعند أدم معرفة الفاعل أو لسبب آخر يحتفى الفاعل وينوب المفعول به عنه أحوال ناب الفاعل يأتي ناب الفاعل في الجملة ويكون على أحوال أولا اسم ظهر أي اسم معلوم موجود في الجملة مثل شوربه اللبن شوربه اللبن فاللبن هنا ناب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ثانيا يأتي ضمير متصل مثل عقب من المعلم فالوافع عقب هنا ضمير متصل في محل رفعنا الفاعل ثالثا يأتي ضميرا مستتر أي ضمير نحن نقدره غير موجود مثل لن تضرب بالعنف لن تضرب بالعنف هنا الفاعل مجهول لذلك نقدر ناب الفاعل ونقول ضمير مستتر تقديره هي رابعا يأتي أيضا مصدر مؤول مثل علم إنك مسافر فالمصدر المؤول في محل رفع ناب فاعل ووضحنا لكم ما معنى المصدر المؤول هو من أن زعد الفاعل يعرب مصدر مؤول وله موقع في الجملة ومحل من الإعراب خامسا يأتي ناب الفاعل في الجملة ويكون شبه جملة قد يكون من الجار والمجرور وقد يكون جملة ظرفية من زمان أو مكان مثل يكتب يكتب على الورق هناك فعل الكتاب هناك من يكتب على الورق لكن ليس لدينا علم من هو هذا الفاعل لذلك يعرب على الورق شبه جملة في محل رفع ناب فاعل كذلك يدرس عندنا هنا عندنا جملة ظرفية تعرب في محل رفع ناب فاعل ظرف زمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة